على التكاليف ولذا كان الإسلام قد بنى على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصون رمضان وحق البيت نحن نجي نشوف الأركان دي الأركان قد لا توجد إلا في بعض الناس هي أركان الإسلام صحيح لما مش أركان المسلم لأن المسلم قد يكون فقيرا لا يزكي فيسقط عنه فرض الزكاة والمسلم قد يكون مريضا أو مسافرا فلا يصلي فيسقط عنه فرض الزكاة لا يحيو فيسقط عنه فرض الزكاة وقد لا يستطيع فيسقط عنه فرض الحك إذن فهي أركان الإسلام ليست أركان المسلم لأن المسلم قد يكتفى منه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقين الصلاة إذن فالنكن الأساسي الذي لا ينفك عن الإنسان أبدا هو الصلاة مدامة الصلاة لا تنفك عن الإنسان أبدا ألك ومع ذلك كونه لا تنفك عن الإنسان حتى وهو في الحرب وهو مريض لا يستطيع أن يجلس يقولك يغطر أعمال الصلاة على قلبه إذن فلا هزر لها في السقوط أبدا أنت مطلوب منك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة في حياتك خلف انتهت وبعد ذلك قد تكون فقركة زي ما قلنا فلا فزك مريض وما تصمش غير مستطيع فلا تحج فما الذي بقي لك من أركان الإسلام بقي لك الصلاة وهي الرطم المكرر ولذلك أدي معنى الصلاة عماد الدين وإذا نظرت إليها وجدته مع كونه هي التي لا تسقط ففيها كل أركان الإسلام لأنك لا بد في الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن فالركن الأول مكرر فيها وأيضا إتاء الزكاة ما هي الزكاة الزكاة شيء من مالك أخرجه للمحتاج إذن فأنت تضحي بشيء من مالك المال في عرف الاقتصاد فرع العمل المال في الإسلام فرع العمل والعمل فرع الوقت لأنه مدام عمل يعز وقت فكأنك ضحيت ببعض مالك الناتج من عملك الناتج من استغلال وقتك والصلاة مش تأخذ من المال تأخذ من الوقت اللي بيجيعمل فيه العمل اللي بيجيب المال فكأن الزكاة أخذت شيئا من المال اللي هو ناتج عن العمل العمل الناتج عن الوقت الصلاة هدف من الوقت نفسه من الاساس الاصيل اذا لما يجي الواحد ياخد من ال 24 ساعة ساعة للصلاة يبقى اقتطع جزءا من الوقت وجعله للصلاة كما يقتطع جزء من المال فاذا فالزكاة اقتطاع جزء من المال والمال ناشئ عن العمل والعمل عايز وقت لا الصلاة بتقتطع من الوقت الاساسي يبقى فيها زكاة باهم من المال واللي ديننا الناس عن كثيرنا صلى الله في الوقت وتعطلني عن مصالحه نقول له كما سمى الله نقصان المال من الزكاة ما سمهش نقصان سمه زكاة سمه نماء فيجب ان تستقبل ايضا الوقت الضائع عندك ده اللي انت بتقول عليه ضائع استقبالك للمال الناقص يخرج من مالك فهو ينمي ويزيده ولا ينقصه فكذلك الوقت اذا ضحيت منه ببعضه وجعلته لله وشحنت الشحنة فان البركة في بقية الوقت ستعوضك كل ما فات كما ان الزكاة نماء والربا محق وايضا ففيها صوت لان ما هو الصوت الامساك عن شهوتي البطن والفرق نهار رمضان لا انا في الصلاة امسك عن شهوتي البطن والفرق وعن الحركة وعن الكلام وعن 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 اذا ففيها لون من الصيام متعلقاته في المنع اوسع من متعلقات الايه من متعلقات الصيام وايضا ففيها حج البيت من استطاع لانك تستحضر وانت تصلي بيت الله فتتجه اليه وتتحرى اليه اذا فلانها الركن الوحيد ان جاءت فيه كل الاركان من شهادة ان لا اله الا الله ومن الزكاة بشيء اقيا من المال بل بالوقت الذي يأتي بالمال وبعد ذلك صمت فوق ما تصوم فيه عن رمضان ومع ذلك استحضرت بيت ربك في كل وقت من الاوقات فكأنك حجكت بقلبك وان عجزت عن ان تحج بقالبك